السلام عليكم وتحية طيبة للجميع معكم الشاف نادية ووصفنا اليوم شهوة مغربية طاجين بالبصلة الصغيرة روعة في الماداق جديد وبنين بسرعة توجد وبمكونات هي قليلة وبسيطة نبدأ على بركة الله حاجتنا الواحد كيلوغرام من اللحم من المفضل دائما نختاره الجهة التي تسكن قريبة العظم دائما تسكن بنينا كتر توابل لمع outta كاركم الملحه سكينجبير وقالة الإلقاء للافظ من الخميات التابعة نعمل مرة ثانية التوابل معلقة صغيرة من الكركم معلقة صغيرة من الملحة معلقة صغيرة من زنجبي لهو استقي جميل ناس من مسحوق القرفة و ناس من المروز يدي للحم لما كانت منتستغناء عليها و ناس من البزار اللي هو الفلفل ابيض او للا سود دفط القليل من الزعفاران طبيعي و 3 من الفصوص ديتهم اللي يكون الحجم ديلهم الكبير محقوقين او لمدقوقين للحجم الصغير فممكن تعملوا 4 حتى 5 اضفت قليلا من الماء لقياس تقريبا تولوت كاس العنباء القياس تقريبا تقريبا ونطبق القطع اللحم جيدا بهذه التتبيلة ونجعلهم يرتاحوا على الأقل 21 حتى 30 دقيقة بينما تتبعوا لنا بالتتبيلة وبالتالي ستشربوها ويجي لحم بنين كتر في حالة إذا لم يكن لديكم الوقت ممكن تبلوء وطيبوه في نفس الوقت وبالآن يدي القاجين وعلى نار متوسطة سنوضع القياس دي ستل معه الكبار من زيت نباتية عندي هنا خالط زيتون وزيت المائدة العادي معه شوية ديت الزبدة القياس دي واحد ملقة صغيرة تتعطينا واحد البنة واحد نكهاء زوينة نقلي القطع دي اللحم على فكرة ممكن تعمله بالتجاج العادي او للتجاج البلدي اللي توفرته عليه كذلك ممكن غير طاجين هادا تي دي البصلة الصغيرة حبادة لو كان للحم دي البقري او دي الخروف او للتجاج البلدي هادو هما اللي تتناسب معهم اكثر نقلي القطع دي اللحم على نار متوسطة حتي تسدوا لي من المسام دي هاد القطع يعني يتقلوا مزيان ودائما ترحب بالجميع الناس اللي ما تتوصلوش بالجديد زولوا الاشتراك وعودوا اشتركو من جديد كذلك للاستفادة الدائمة بالوصفات اللي تنقدم ومن الخبرة ديالي فما عليكم بالنسبة للناس الجدد كذلك إلا الضغط على رمز ديال الشراك اللي هو بالزر الأحمر وكذلك تفعيل رمز الجرس وما تنسوناش من المشاركة ديال الفيديو وشي تعليق زوين بحالكم فهنا تنقلوا الحم من كل الجهاز كيفما تتلاحظوا معايا نعطيوه وقته وكيفما سبق خدثت معاكم العديد من أنواع الطواجن يعني واحد سلسلة اللي لا بأس بها ممكن ترجعوا للقناة للاستفادة منها فالطاجين على طاجين تفرق يعني تكون هناك اختلاف تماما لف الطعم والمضاء كذلك تزيين ضفت هنا معلقة صغيرة من السمن المعتق اللي هو السمن الحار السمن الكمية دائما سنضيفها على حساب المدة ديال التعتيق ديال السمن اللي عندنا قدما كانت المدة دياله طويلة قدما تيكون حار كتر تنقله من الكمية إلا كان جديد سناخده معلقة صغيرة كافية بحال هذا هنا عندي المدة ديال سنة قريبا فمعلقة صغيرة رها كافية ستتعطينا الطعم ديال السمن الحار إلا كان المدة طويلة فنقله ضفت واحد حبة ديال البصلة مشلدة ونخليه المدة ديال العشرة ديال الدقيق فغادي تلاحظوا بأنه تطلق لنا الماء فما سنحتاجوش نضيف الماء أبدا فقط لديك الكمية اللي بيها بشتبلنا في الأول لا غير انتم ملاحظوا معي الكمية ديال الماء لدينا البصلة فكذا ما قلت لكم بعد ما ضفتنا البصلة سنخليها المدة ديال العشرة دقيق فهذه الأثناء على نار متوسطة رسوا القطاع ديال الحم بشكل منظم ونضيف كمية ديال التوابي اللي تبقات ليها بالإيناء قبطة ديال البقدونس ونصدوا عليه ونخليوه المدة دي 35 حتى الربعين دقيقة على النار مهيلة فهذه الأثناء فربما إلا بدأت يتبق بقتاجين وبدأت يخرج ذاك الماء راق دياله حاول دير واحد الماء راق صغيرة بالطريقة اللي يوريتكم حتى يبدأ يجف ذاك الماء راق وزولوها وخليوه يكمل الطهو دياله دائما على نار مهيلة بعد ما مرت واحد ربعين دقيقة لاحظوا معي الحم راها غادي تيطيب ما بقالي هوالو دائما لمدة ديال الطهو راها تتعتمد على النوعية وعلى الجودة ديال اللحم المستعمل عندي هنا تقريبا واحد الكيلو ديال البصلة اللي قشرته تنظيفه وتنزعه فوق القطع ديال اللحم هاد البصلة را تجي بنينة بزاف وعندها طعم مميز ستأخذ ديال الحلاوة ديال اللقامة ديال الطاجين والتوابيل وكل شيء والقلب ديال هاد يبقى فيه هادك الطعم ديال البصلة المميز غير بغين نقربكم من الصورة كيفاش يجي هاد الطاجين والبنة دياله تنظيف الزبيض الكمية حسب الرغبة ما عود ديال القرفة من بعد ممكن تتأخذوا من المالق بواحد المالقة وتسقيوا البصلة ديالكم باش تجي منكها بواحد نكيها لتكون جيد طيبة اضفت القياس ديال واحد المالقة كبيرة من الزبدة اللي مقطعها الشرائح تتزيد تعطينا واحد تعليكة وبنا جيد رائع لها الطاجين وتنضيفوه جوجمعة كبار من العسل اللي ممكن لكم تتعوضوها بالقليل من السكر القياس تقريبا ديال واحد المالقة كبيرة ديال السكر ما تكتروش بزاف او لا دبس العسل وهنا نغطيوه على الطاجين ديالنا ونخليوه المدة ديال نساعة اضافية نتأكدو بان الحم راه الطيب إلا ما كانش الحم طيب ضيفوه شوية الماء وخليوه على نار مهيناه الطيب على مهله وبالنسبة للتزيين النهائي ممكن تقدموا الطاجين ديالكم كيف ما هو هنا زيينته باللوز محمص مع شوية ديال الورقات ديال الورد البلدي إلا كان عندكم زيت زيتون فضيفوا واحد الخوية فهذه الأثناء قبل ما تقدموه مباشرة او لا زيت ارغان فالرائحة يا سلام من عودت لكم شي حاجة للطب شي حاجة اللي تت تأخذك من بلاد الغربة و تديك حتل للمغرب يعني ما شاء الله فانتمنى تجربوا هالطاجير الغزال للديد والبنين بزاف اللي من صورة بلادنا اه انتمنى الناس اللي هما ماشي مغربة كذلك يجربوه و يستمتعو به طب صحة والراحة والسلام عليكم